أكد السعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أهمية الشراكة الأخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كما أكد الوزير على ما تشهده الشراكة بين البلدين من تقدم ونماء على جميع الأصعدة في ظل حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة أيده الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين وأشهد سعادة وزير الإعلام في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات وام بالزيارة الأخوية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان وليا عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله هذا اليوم إلى بلده مملكة البحرين ولقائه بأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة أيده الله ورعاه وما تضمنته هذه الزيارة من بحث لمجمل الملفات والقضايا الإقليمية والدولية بما يسهم في الدفع بعلاقات البلدين الشغيقين نحو آفاق أرحب من التكامل والتنسيق في مختلف المجالات تأكيدا على عمق أواصر المحبة والإخاء بين البلدين وما أثبتته المواقف المشتركة على مر التاريخ من وحدة الهدف والمصير سيرا على نهج الآباء والأجداد وامتدادا لأجيال المستقبل بإذن الله وشدد سعادة وزير الإعلام على أن هذه الزيارة المباركة تؤكد العزم المشترك لدى قيادتي البلدين الشغيقين على تعزيز الجهود الوطنية وتسخيرها لخدمة البلدين والشعبين الشغيقين في المجالات كافة مرحبا سعادته باسم كل بحريني بسمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان في بلده مملكة البحرين